تسهم جمعية المرأة العمانية بولاية بهلا في النهوض بمختلف الجوانب الاجتماعية وتمكين المرأة في هذه الولاية من إبراز قدراتها لذلك جاءت مبادرة الجمعية في تنظيم فعالية تراثية بقلعة بهلا لتعزيز مشاركة المرأة في تنمية الحراك السياحي بالولاية هدف الرئيسي هو تمكين المرأة وذلك من خلال إبراز مناشط الجمعية في آتها الثلاثة وهو نادي القلوب العذبة من كبار السن وذلك لتعريف الجمهور بمناشط ومهارات وقدراتهن ما يفعلنه من مناشط في الجمعية ونفس الشيء تنفيس لهن وكذلك نفس الشيء في ملتقى الهمم وهو عبارة عن تمكين المرأة الشابة في المجتمع وخلال برنامج الفعالية برزت الحرف والمشغولات التقليدية التي تمارسها النساء منذ قديم الزمان في ولاية بهلا وعكست أهمية تقديم صورة من ثقافة وموروث المجتمع العماني لزوار القلعة وجود هذه الفعالية في معلم سياحي من معالم الولاية هو من الأشياء التي تعزز المواطنة لدى جميع أفراد المجتمع وأيضا تعرف اللي هم الناشئة بالموروث العماني التقليدي اللي يفترض أنه يتوارث قيل بعد قيل واللي يفترض أيضا أنه القيل يطلع عليه البرنامج الذي تبنته الجمعية والذي اجتمل على محطات من الفنون العمانية النسائية شهد تفاعلا كبيرا من زوار قلعة بهلا التاريخية توظيف قلعة بهلا التاريخية لإبراز ما تزخر به الولاية من مشغولات وحرف تقليدية رسالة لأجيال الحاضر تحمل في مضمونها أهمية المحافظة على مفردات الثقافة والتراث العماني سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية بهلا محافظة الداخلية شكرا